نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل بعنوان إدارة الأزمات الاجتماعية بمشاركة أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة هذا وتهديف الورشة إلى تطوير مهارات أعضاء المجالس البلدية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية ورفع مهارات الاتصال لعضو المجلس البلدي مع المواطنين إلى جانب تطوير علاقة الأعضاء البلديين مع مؤسسات المجتمع المدني يقال إن الصحة والسلامة هما من مفاتيح الحياة وإن السلامة لمقدمي الخدمة حق لهم وفوق كل اعتبار ومن هنا وضعت التشريعات الوقائية للسلامة حتى تضمن الاستجابة والتعافية بعد وقوع الأزمات والحالات الطارئة بشكل فاعل في جميع المؤسسات ولذات الأهداف احتوى جدول معهد البحرين للتنمية السياسية برنامجا عن إدارة الأزمات الاجتماعية حقيقة أنا كمهندس عندنا في مجال عملنا أهم شيء في المواقع العمل مواقع العمل بركز عليها ليش لأن مواقع العمل فيها حوادث الصير وممكن هالحوادث تكون تأدي إلى الموت إنه مهم يكون في العقود لازم يكون في دائما شخص متخصص مسؤول عن الصحة والسلامة في المناطق المعينة انطلاقا من أهمية العمل الذي يمارسه العضو البلدي في تسريع وطيرة النهضة العمرانية والاحتكاك بصورة يومية مباشرة بالمواطنين لتلمس احتياجاتهم التي يمكن أن تتحول إلى أزمات في المستقبل يجب أن يكون الأعضاء على قدر كاف من الإلمام بطرق التعامل لتجنب وقوع أي أزمة ورشة اليوم أعتقدنا هي من الورش الموفقة جدا فهي تساعدنا كبلدين نتعرف على أنواع الأزمات وكيفية إدارتها وكيفية تعرف على الخطط والاستراتيجيات التي يمكن أن نضعها في مواجهة مثل الأزمات أو الكوارث الاجتماعي التي تصبح في البلد وممكن أيضا تعرفنا على وضع الخطط أو الهيكليات لاستراتيجيات التي تجعلنا نمنهج الموضوع ما نتفاجئ بالأزمات دورنا هنا كمجالس بلدية الآن من خلال اللي طلعناه من خلال هذه الورش الآن عملية التنسيق ما بين الأجهزة الخدمية الحكومية في محاولة التخفيف من آثار الأزمات اللي قد تطرأ واللي انتمنى طبعا أن ما تكون موجودة عندنا أصلا ولكن الاحتياط واجب من قبل طبعا اللاجنة الآن اللي مشكلة لإدارة هذه الأزمات وسائل الاستعداد لمواجهة الأزمات بما يتطلبه من وجود هي عملية مستمرة لتطوير القدرات العملية والمهارات فضلا عن مراجعة إجراءات الوقاية ووضع الخطط وتدريب الأعضاء على الأدوار المختلفة لهم أثناء مواجهة الأزمات إلى جانب إنشاء فرق متخصصة لإدارة الأزمات داخل المجالس البلدية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين